ما أهم مستويات المجال المهاري؟ يشمل المجال المهاري مجموعة من المستويات هي أولاً مستوى الاستقبال ثانياً مستوى الاستجابة الموجهة ثالثاً مستوى الاستجابة الميكانيكية رابعاً مستوى الاستجابة المركبة خامساً مستوى التكيف سادساً مستوى التنظيم والابتكار سوف نتوقف مع كل مستوى من هذه المستويات نبدأ أولاً بمستوى الاستقبال ماذا يشير مستوى الاستقبال؟ مستوى الاستقبال يشير إلى أن المتعلم بدأت لديه عملية إدراك حسي وإحساس هذا الإدراك الحسي والإحساس يؤدي به إلى نشاط حركي معين ولذلك نستخدم في هذا المستوى أفعالاً سلوكية مثل يكتشف، يربط، يعزل، يطرق، يميز، يتعرف على هذا المستوى يشير إلى عملية الملاحظة المتعلم يبدأ في الملاحظة التي تعتمد على النظر والإنفعال ويستخدم حواسه الخمسة في هذه العملية ليدرك تفاصيل الأشياء أو المهارات التي يرغب في تعلمها مستوى الاستقبال أيضاً يعني أن عملية ملاحظة واعية تتم داخل عقل التلميذ يتعرف من خلالها على خطوات أداء مهارة معينة من أمثلة الأهداف في هذا المستوى أن يتعرف الطالب على كيفية أداء السجود بطريقة صحيحة ثم ينتقل الطالب إلى المستوى الثاني وهو مستوى الاستجابة الموجهة هذا المستوى يعني أن المتعلم يبدأ في التقليد والمحاولة والخطأ لأداء المهارة في ضوء معيار معين بمعنى أن التلميذ يقوم بأداء المهارة أو جزء من المهارة يقلد فيها الخطوات التي شاهدها وينفذ فيها ما رآه أمامه بحيث يأتي هذا التقليد أو التنفيذ كنوع من محاولة أداء المهارة لا يتوقع من المتعلم في هذا المستوى إدخال أي تعديلات في أسلوب تنفيذ المهار ولذلك التلميذ في مستوى الاستجابة الموجهة عندما يتعلم مهارة ما لا بد أن يكون ذلك تحت إشراف دقيق ومتابعة مستمرة من المعلم من أمثلة الأفعال السلوكية في هذا المستوى يحلل، يربط، يقيس، يفحص، يقوم بي، يلقي من أمثلة الأهداف السلوكية أن يؤد الطالب التيمم وفقا لتعليمات المعلم أن يطبق الطالب الملامح الوجهية المناسبة لموضوع الخطابة هل يكتفي المتعلم بهذا المستوى؟ أبدا يجب عليه أن ينتقل إلى المستوى الثالث وهو مستوى الاستجابة الديناميكية هذا المستوى يعني أن المتعلم بدأ في أداء المهارة بعد أن تعلمها في هذا المستوى بدأ الطالب بالفعل في تكوين المهارة حيث يصبح أداء التلميذ تلقائيا سلسا يؤدي المهارة بسهولة وبثقة ولذلك من الأفعال السلوكية المستخدمة في هذا المستوى يؤدي يربط، يشغل، يحلل، ينظم، يرسم، ينقل، يكون ومن أمثلة الأهداف أن يطبق الطالب أحكام الميم الساكنة في التلاوة هل يكتفي الطالب بهذا المستوى فقط في تعلم المهارة؟ لا، هناك مستوى آخر وهو مستوى الاستجابة الديناميكية في هذا المستوى يبدأ الطالب في أداء المهارة المركبة بدقة وسرعة شديدة ولذلك نحن في هذا المستوى نستخدم نفس الأفعال في المستوى السابق الفارق هنا في درجة الدقة والسرعة التي يؤدي بها المتعلم المهارة من أمثلة الأهداف في هذا المستوى أن يقرأ الطالب القصيدة الشعرية دون أخطاء ثم يأتي مستوى التكيف ومستوى التكيف يعني مجموعة المهارات التي يطورها المتعلم ويستطيع أن يقدم نماذج مختلفة لكل مهارة منها تبعاً للمواقف التي تواجهه في هذا المستوى نستخدم أفعالاً سلوكية مثل يكيف، يلائم، يغير، يعدل، ينقح، يعيد تركيب ومن أمثلة الأهداف أن يعدل الطالب من نبرة الصوت عند القراءة الجهرية تبعاً لطبيعة المستمعين أخيراً يأتي مستوى التنظيم والابتكار في هذا المستوى يسعى المتعلم إلى الإبداع والتطوير لمهارات حركية جديدة يبتكر المتعلم طرقاً جديدة لآداء المهارات القديمة يختصر فيها الزمان ويزيد فيها الدقة والإتقان من أمثلة الأفعال السلوكية في هذا المستوى ينظم، يبدع، يطور، يبتكر، يصمم ومن أمثلة الأهداف أن يصمم الطالب طريقة جديدة لإلقاء الشعر العربي